وصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزياد من السعر الرسمية حيث تمكنت الوزارة خلال 24 ساعة من ضبط 467 قضية تموينية بمضبطات بلغت أكثر من 310 أطنان مواد غذائية وغير غذائية وفي مجال الاستيلاء على السلع المدعومة تم ضبط قرابة 193 طن وفي مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزياد من السعر الرسمي للسلع الغذائية وغير الغذائية تم ضبط 112 طن وفي مجال قضايا المخابز تم ضبط 713 قضية من بينها 84 قضية خبز ناقص الوزن و65 قضية خبز غير مطابق للمواصفات